بعد خسارتين في الجولتين السابقتين التقى الصعيدان الجديدان إلى دور روشن السعودية الخليج والعدالة في الدمام سعيا لحصد النقاط المباراة مباراة تابعة طبعا ربيع أبو شقرة نتابع ملعب محمد بن فهد في الدمام يدخل إليه الخليج والعدالة برصيد خال من النقاط والأهداف وبتحفظ واضح خوفا من خسارة ثالثة تواليا مباراة أراد فيها بيدرو إيمانيال ويوسف المناعي التعويد والتدارك وانعكست هذه الحالة بصورة سلبية على شوط المباراة الأول حيث توارت التزديدات المباشرة على المرمى ودار السجال في وسط الملعب وضمن مساحات ضيقة وهذا ما دفع الفريقان ثمنه فالخليج خسر جهود البرازيلي مورتو أولا ورغم ذلك بدل أكثر سيطرة وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب تسلل المهاجم الألباني سوكول سكيلاتشي أما العدالة فقد خسر جهود فواز التريس بسبب الإصابة التي تحامل عليها والخليج وقع أسير مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة واللقطة الأجمل من الكولومبي رينالدولينس للعدالة لكن الكرة أصابت الشيباك من الخارج في المرة الأولى التي يتحرك فيها هجوم العدالة واللقطة كانت أجمل ما في هذا الشوط تنفس جمهور الصعداء بانتهائه شوط المباراة الثاني لم يختلف كثيرا وبدأ العدالة بمحاولة لبالاسيوس ورغم التبديلات الاضطرارية منها كحالة رياض الإبراهيم من الخليج أو غيرها فإن شيئا في الأداء والنتيجة لم يتغير وبقي الوصول للشيباك عصيا على الطرفين رغم أن العدالة كان أقرب لذلك خاصة في كرة البديل حسن الحبيب وعلى وقع كرة البديل الكولومبي برايان رياسكوس للخليج ارتضى الفريقان بنقطة هي الأولى لهما ولم يسجلال الجولة الثالثة وما ينتظرهما سيكون أصعب بالطبع ربيع أبو شقرة صدى الملاعب يوسف ويا بدرو مهاجم يعرف طريق المرحة دكتور أول نقطة للفريقين دون تسجيل أي أهدف منذ بداية هذا الموسم كيف ترى المستوى الذي ظهر به؟ يعني أنا اليوم شفت أسوأ مباراة حقيقة يعني يعني دور الثالث احنا شفنا دورين أنا شفت هاي أسوأ مباراة لسبب بسيط جدا الفريقين حقيقة ما أده لا بالملعب ولا على ذاق الفردي يعني لا هو أداء فردي جيد ولا أداء جمعي جيد من نفس الوقت وبالتالي طلعت المباراة طريقة حقيقة أنا أول مرة أشياء بالدور السعودي مباراة وكأنها درجة ثانية نعم يعني على مستوى تقريبا أقول مو بدور السعودي طيب أستاذ عبد العزيز بحكم أنهم صعدين جديد يعني إلى دور روشن وهناك ربما ندية هناك عدم توفيق ومواجهة أيضا أندية صعبة والأصعب قادم شو المطلوب من المدربين والله أنا أعتقد أنه ما بيد المدربين شيء يستطعون أن يعملونه عكسا على ما شهدناه في الثلاث جولات الماضية لآخرتها اليوم واتفق مع الدكتور هذه المباراة يعني تعكس حال الفريقين أعتقد أنه الأدوات اللي في الفريقين لا تساعد أي مدرب لو تجيبين أفضل مدرب في العالم نحن دائما عندنا قناعة أنه المدرب مهما عمل لا يتجاوز دوره عشرين إلى ثلاثين بالمئة الدور هو دور اللاعبين التولز الأدوات اللي عندك فاليوم المباراة تعكست إذا كان في الفترة الشتوية حيتم استبدال عدد كبير من اللاعبين قد يكون لكن المباراة اليوم نتمنى أن نشوف مفاجئة في الجولات صوت ربيع أبو شقرة أفضل من المباراة طيب طيب نتمنى أن نكون نتائج مفاجئة في الجولات المقبلة خلونا نشوف من هو رجل هذا اللقاء نسافح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر